الموضوع معي تحديدا من فلوريدا راين وليمز وهو مخطط استراتيجي في الحزب الجمهوري وينضم إلينا من أركنس روبرت مكلارتي وهو مستشار سياسي وستراتيجي في الحزب الديموقراطي مرحبا بكم شكرا جزيلا لتلبية الدعوة أود أن أبدأ معك سيد راين هذه المفاجأة في إنديانا وكنتاكي هل هذا كان متوقع؟ ماذا نبني على هذه النتائج الأولية الآن هناك؟ نعم إنديانا وكنتاكي لم تكن في الواقع معرضة لفوز ديمقراطي نحن الآن بدأنا نحصل على معلومات في الاستطلاعات لدى خروج المرشحين من مراكز التصويت وهي لا تعطي فكرة بالضرورة عن التصويت ولكن فقط عن المشاركة أعتقد أن النتائج ستبدأ بظهور بعد السابعة مساء ثم نرى التوجهات خاصة في السباقات المقربة وعلى ذكر المشاركة راين ما هو تقييم مكلة المشاركة حتى الآن؟ وهل تعكس المشاركة إحباط الناخبين من الحزب الحاكم؟ غالبية استطلاعات الخروج من مراكز الاستطلاعات وكما قلت لا يمكن الركون عليها تظهر أن الناخبين غير راضين عن توجه البلاد خاصة في بعض الموضع المحددة طبعا هناك حزب واحد يسيطر على واشنطن هو الحزب الديمقراطي وعندما يعتبر الناخبون غير راضين عن الحزب الحاكم أيا كان فإن الانتخابات ستتوجه إلى الحزب الآخر كما نرى هذه السنة أعتقد أن الناخبين غير راضين عن التضخم عن مشاكل أخرى في البلاد وسنرى إن سيقرر محاسبة الحزب الحاكم هل لديك ما تعلق به أستاذ روبرت على إجابة أستاذ راين أتفق مع راين في نهاية المطاف هناك ستة ولايات أو ست ولايات يمكن أن يفوز فيها إما الجمهوريين إما الديمقراطيين وهي ستقرر مصير مجلس الشيوخ كما قال راين استطلاعات الخروج لا يمكن التأكد منها ولكن النتائج ستبدأ بالظهور بعد إغلاق محطات الاغتراع في الساحل الشرق هذا بالضرورة روبرت وهذا ما تتحدثان عنه عنه أنتما ومتفقين من الواضح أن هناك اتفاق على هذه النقطة نقطة تطلع إحباط هي ما قادت إلى المشهد الذي نراه الآن هل تتفقان بأن مشهد الانتخابات انتخابات التجديد النصفي يميل إلى أنه مواجهة وسجال جديد ما بين الرئيس بايدن والرئيس السابق دونالد ترامب أكثر مما أنه أو أكثر من أن يكون انتخابات تجديد نصفي عادية نعم أعتقد أن الرئيس يواجه دائما صعوبات في الانتخابات النصفية وهذا أمر قديم باستثناء جورج بوش الذي فاز بعد أحداث 11 أيلول سبتمبر وبالتالي نعم سيكون هناك موازنة سيسيطر الجمهوريون على مجلس النواب وسنرى نتائج مجلس الشيوف ربما هي مواجهة بين بايدن وترامب كما ربما سنرى أمرا مشابهة في العام 2024 لاحظ معي أستاذ راين هذا الكلام يأتي من المستشار السياسي واستراتيجي في الحزب الديمقراطي يؤكد لك ويقول لك أن الحزب الجمهوري بالفعل سيأخذ مجلس النواب هل استسلمت ديمقراطيين مبكرا أستاذ راين أم لا أعتقد أنهم يقرؤون الواقع كما يقول الضيف الآخر الحزب الذي ليس في سدة السلطة يبلي حسنا عادة في الانتخابات النصفية ونعرف أن مجلس الشيوف هو منقسم 50-50 وبالتالي تغير أي مقعد سيغير ربما الأغلبية ولكن أيضا لا أعتقد أن ما نراه اليوم أو ما سنراه لاحقا الليلة سيكون مؤشرا لانتخابات العام 2024 رأينا مع الرئيس أوباما كيف خسر في الانتخابات النصفية ولكنه انتخب مجددا بعد أربع سنوات علينا أن نركز على تفاصيل الأشخاص في الانتخابات الرئاسية إن كانت المواجهة مجددا بين بايدن وترامب سنرى أيضا وسنرى السجل بعد أن يكون بايدن قد بقي لولاية كاملة يجب علي أن نركز هنا بناء على المواطن الذي تفضلتما به أنتما ضيفي الكريمين بأن مجلس النواب سيذهب إلى الجمهوريين هذا يعني بالضرورة أن هناك قضايا كثيرة ستكون على رأس أولويات الجمهوريين أستاذ رايين ما هي أولوية القضايا التي سيبدأ بها الجمهوريون لدى دخولهم إلى مجلس النواب نعرف بأن لديهم قائمة طويلة من بدء بالمحاكمات سيبدأون وصححني إن كنت مقطئ بابن الرئيس جو بايدن نهيك لربما عن قضايا أخرى أيضا إجرائية هل سنشهد جولة جديدة دائرة جديدة من الاستجوابات والتحقيقات والمحاكمات إن صح الوصف في مجلس النواب من قبل الجمهوريين لدى دخولهم لا أو سيطرتهم عليه نعم الحياة ستكون صعبة لهنتر بايدن ولأعضاء إدارة الرئيس بايدن الجمهوريون كانوا واضحين سيحققون بمسألة كومبيوتر بايدن وبعض المسؤولين في الإدارة سيركزون على الاقتصاد والطاقة ومن دون شك الجمهوريون في لجان المراقبة في مجلس النواب سيركزون على هذه المسائل وهذا ما نراه عادة عندما يفوز الحزب الذي لا ينتمي إليه الرئيس السلطة في الكونغرس سيجعل الحياة صعبة للرئيس للإدارة والعملين في البيت الأبيض والوزراء وغيره سيواجهون التحقيقات وكذلك هنتر بايدن هناك تحديات كثيرة تتعلق بهنتر بايدن وأمور كثيرة على المحاك وهو من أعضاء عائلة الرئيس تفضل سيد روبرت هل بات من المسلمات أن تتم محاكمة ابن الرئيس الآن بناء على المواطن الذي تفضلت به حضرتك قبل قليل بأنه خلاص انتهى مجلس النواب سيذهب بحسب رأيك أنت أنا قل ما قلت وحضرتك قبل قليل بأنه سيذهب إلى مجلس أو سيذهب إلى الجمهوريين الآن ما هي الدروع الديمقراطيين مقابل قائمة الجمهوريين الطويلة في الهجوم المقبل من مجلس النواب كان هناك اجتماع منذ حوالي شهر حول التحقيق بابن الرئيس هانتر بايدن ولكن الشعب الأمريكي لا يركزوا على التحقيق بما فعله ابن الرئيس يريدون من الكونغرس أن يعمل على حل مشكلة التضخم كما أشار راين والعودة إلى عمل فعال في الكونغرس وربما التعاون أيضا مع السلطة التنفيذية قضية بايدن ربما ستهتم بها وسائل الإعلام ستكون قضية جانبية ولكن لا أحد سيصوت في الانتخابات الرئاسية في العام 2024 على تحقيقات بايدن هو فقط أمر يريد أن يركز عليه الجمهوريون ولكن لا يهم الناس المهم هو الاقتصاد والطعام والإعالة وغيره تماما أنا أعطيتها فقط كمثل لأن هناك قائمة طويلة مما يسعى الجمهوريون لبدئهم من تحقيقات وحتى في بعض الإجراءات التي قام بها الديمقراطيون خلال الفترة الماضية ولكن الانتقاد الذي تفضلت به وقلته أنت الآن بأن الأمريكيون ينتظرون عمل أكثر من مجلس النواب ألم يكن هذا هو ذاته الانتقاد الذي وجه إلى الديمقراطيين في أثناء فترة حكم الرئيس السابق دونالد ترامب بأنهم سعوا ولربما قضوا فترة طويلة في محاولة لعزل الرئيس ولم يكن هناك تركيز على قضية داخلية أمريكية سعى إليها الأمريكيون وبناء عليها صوتوا لدلي لربما إصالة الديمقراطيين إلى أغلبية في مجلس النواب أنذاك نذكر ذلك روبرت نعم أعتقد أن أمور كثيرة كان يشدر التحقيق بها من بين مثلا الوثائق التي وجدت في مارا لاغو وما فعل أيضا أولاد الرئيس في أعمالهم الأمر يختلف عن هانتر بايدن ولكن السياسة هي السياسة في نهاية المطاف وسيكون هناك تحقيق بهانتر بايدن وربما ابتعاد من التحقيقات المتعلقة بالسادس من يناير كانون الثاني هكذا تعمل السياسة في نهاية المطاف على أي حال الشعب الأمريكي يريد من الكونغرس أن يحل المشاكل الاقتصادية ويضع حدا للتضخم وهل يعول اليوم على الحزب الجمهوري بأنه بالفعل سيقوم بإلاء الوقت الكافي لهذه القضايا برأيك أستاذ روبرت في مجلس النوا لست أدري ما ستكون الأولويات ولكن لا بد من الاستماع إلى ما يريده الشعب الأمريكي وبالتالي أيضا العودة إلى إصلاح الاقتصاد هل بالفعل سيقومون بذلك رايم سيهتمون لو ستهتمون في الحزب الجمهوري الآن بتلك القضايا الأخرى قضايا التضخم والقضايا التي تهم الناس الآن هي على رأس الأولويات ستكون أم محاولة إفشال ما تبقى من أجندة الحزب الحاكم لدى وصول الجمهوريين إلى الأغلبية هل هذه هي الأولوية أم ما يريده الأمريكيون أعتقد أن القيادة الجمهورية في مجلس النواب وربما في مجلس الشيوخ إن فازه سيقومون بعدة أمور في الوقت ذاته التركيز على الاقتصاد والتضخم ولكن أيضا إطلاق التحقيقات اتفقوا مع الضيف هذه التحقيقات في نهاية المطاف لن تؤثر على الناخبين الناخبون يركزون على ما يهمهم أسعار البنزين التعام إعالة أسارهم رغم التضخم كل ذلك يؤثر على الناخب وطبعا رأينا الكثير من التحقيقات طوال السنوات بنغازي السادس عشر من كانون الثاني يناير ربما هانتر بايدن لاحقا كل ذلك لا يؤثر على الناخبين المترددين كما يقول بنكلينتون هو الاقتصاد قبل كل شيء يا أحمق لا ربما أيضا يكون هناك تحقيقات ولكن لن يؤثر ذلك على الانتخابات اللاحقة وبعد سنتين الرئيس بايدن يبقى في البيت الأبيض ويمكنه أن يستعمل حق النقد ضد التشريعات التي يمكن أن يمررها الجمهوريون وسنرى كيف ستكون الترشيحات في الانتخابات الرئاسية بقية دقائق قليلة على أغلاق مراكز الاقتراع في ولاية فرجينيا سنتطرق إلى نتائج بعد دقائق قليلة اسمحوا لي أن أذكر مشاهدين الكرام ضيفي الكرامين تفضل بالبقاء معي أذكر بالنتائج الأولية الواردة على وكالة أسوشييت برسل انتخابات مجلس الشيوخ نشاهد بعضا منها على الشاشة بينما نحن نتحدث تقدم للمرشح الجمهوري تو ديونغ على المرشح الديمقراطي توماس مكديرموت في ولاية إنديانا النتائج الأولية في كينتاكي وهي ولاية مجاورة لإنديانا تراجع ليراند بولا المرشح الجمهوري لمجلس الشيوخ على منافسه لحساب منافسه شارلز بوكر هذه النتائج نستطيع مشاهدتها الآن قريبة هي النتائج ربما كانت الأرقام قبل دقائق قليلة تحمل فارقا كبيرا ولكن كما قلنا هذه نتائج أولية تتغير شيئا فشيئا وسنقع عيننا على هذه الأرقام أين هو التعويل الآن راين عندما نقول بأن هناك ثقة للجمهوريين يودون تركيزه في ولاية معينة ما هي الولاية المهمة اليوم التي من خلالها أو ننتظر نتائجها بشكل أولي ممكن أن تعطينا قراءة عن أين تسير خريطة الانتخابات في مجلس الشيوخ ومجلس النواب بالنسبة للجمهوريين أنا أركز على الساحل الشرقي بنسلفينيا نيوهامشير وجورجيا سنرى النتائج نيوهامشير أيضا ولاية لم يركز عليها الجمهوريين إلا منذ أسبوعين وأعتقد أننا بدأنا نرى بعض النتائج وربما سنرى فوزا للجمهوريين سنرى أيضا النتائج في جورجيا في جورجيا نعرف أيضا أن الفائز عليه أن يحصل على 50 صوتا زائد واحد أو 50% زائد واحد وإلا تعاد الانتخابات نيوهامشير ستغلق المحطات في الساعة السابعة بعد بضعة دقائق وعندها سنرى إن كانت هناك تصويت مثلا كبير للجمهوريين وإقبال كاف من الديمقراطيين ستبدأ الصورة في ولايات الساحل الشرقي ونرى كيف تتقدم الأمور بعد ذلك أريزونا ونيفادا الولايات التي تتأخر ساعتين أو أكثر عن ولايات الساحل الشرقي هل كان هناك فرصة ضائعة أستاذ روبرت على الديمقراطيين فوتوها كان يمكن أن تحسن من مخرجات نتائج هذه الانتخابات المتوقعة والتي تشاءمت حضرتك لربما بنتجتها بعكس أو ضد الديمقراطيين بقي معي دقيقة رجاء تفضل روبرت نعم أعتقد أن الديمقراطيين ربما متأخرين كما أشار راين في بعض ولايات الساحة الشرقية نركز على ولايات كبانسيلفينيا ومثلا على جون شابيرو في منصب الحاكم وكذلك كيف سيصوت الديمقراطيون خارج فيلادلفيا وكيف سيصوت الأمريكيون من أسور أفريقية في فيلادلفيا أشكركم جزيلا روبرت مكلارتي مستشار سياسي وستراتيجي في الحزب الديمقراطي من أركنسا وشكرا لك أيضا راين وليومس المخطط الاستراتيجي في الحزب الجمهوري من فلوريدا شكرا جزيلا لكم